مستقبل نادي الزمالك والنادي الأهلي نخش بشكل عامل أول مستقبل نادي الزمالك والنادي الأهلي في أفريقيا مطمئن؟ بعد المستوى لخلال العشرة والخمسطاشر يوم اللي فاته بكل أمانة لا يعني لازم تقلق من مين؟ تقلق من الاتنين من الاتنين؟ آه تقلق بعد الصعود هتلاقي مباراة صعبة جدا على نادي الزمالك أو النادي الأهلي إن شاء الله ما يضمن الصعود هتلاقي المباراة صعبة يعني هتلاعب فرق موظم الفرق اللي صادت فرق لها اسمها لها تاريخ فرق صعبة على ملعبها أعتقد كل الفرق فازت ببطولة أفراكي مازمبي فاز تراجي فاز الودات فاز الرجاء فاز الزمالك فاز الأهلي فاز صندول فاز مازمبي فاز والفرق دي يعني ممكن يبقى فرق تسعد بس ما تكونش صعبة على ملعبها فرق عادية ممكن تتعامل معها إنما كل الفرق اللي صادت صعبة على ملعبها وفسط جمهورها يعني هتعاني بشكل كبير إذا المستوى فضل على اللي احنا شفناه خلال العشر أو الخمسة عشر يوم اللي فاتوا إنما أعتقده يبقى فيه لازم يبقى فيه تغييرات مش في اللعيبة أنا بكلم تغييرات من ناحية الروح من ناحية القدرة البدنية المعظم اللعيبة القدرة الفنية يعني لازم أكيد ما بتتحط في موقف صعب هو ده اللي بيبين أما تحط تحت ضغط هو ده اللي بيبين يعني إحنا لو طلعنا من الكلام ده مهيب إن النادي الآله عنده مابش صعب إنت قلت حاجة في البداية إنك كانت الخطيب رئيس للباسة ده بيوصل الرسالة لإيه؟ مباراة مباراة مهمة جدا بالنسبة للنادي الآله